بعد ثلاثة أيام على نقاشات تخللتها سجالات ومشادات أقر مجلس النواب بالأغلبية مشروع قانون الموازنة العامة وسط انتقاد نواب للحكومة بسبب عدم تضمينها خططا ملحة لمواجهة تحديات العجز والبطالة والتضخم 86 نائبا من أصل 107 نواب حضروا الجلسة النهائية صوتوا لمصلحة تمرير موازنة عام 2023 بانتظار إقرارها من مجلس الآيان وردا على مناقشات مجلس النواب قال رئيس الوزراء الدكتور بشي الخصاونة إن الحكومة لا تستطيع أن تعد بما لا يمكنها تنفيذه وبيّن أن الحكومة ستجري المناقلات التي يمكن إجراؤها لشمول ما يمكن من طلبات الجامعات في المنح والقروض الجامعية وحول مطالب النواب قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن الحكومة أخذت في عين الاعتبار خلال إعداد الموازنة هذه المطالب التي قد تكون محقة لكنها تفوق القدرة على إنجازها في عام واحد وأكد أن قانون الموازنة يعتبر خطوة إضافية هامة على طريق الإصلاح المالي والاقتصادي في ظل الظروف السياسية والاقتصادية العالمية بالنسبة للكثير من المطالب التي قدمت من قبل أعضاء هذا المجلس الكريم مرة أخرى سنقوم بما نستطيع أن نلبيه دون ما إبطاء في هذا الصدد وفيما يتعلق بالكثير من المطالب التي قيلت فيما يتعلق بدعم أبنائنا الطلبة وصندوق دعم الطالب سنقوم وكما جرى الحديث مع الكثير من أعضاء هذا المجلس ومع سعادة الرئيس بالعمل على تغطية أكبر شريحة مستفيدة ممكنة من صندوق دعم الطالب في إطار إجراء بعض المناقلات في الموازنة العامة وضمن ما تسمح به هذه المناقلات إن أساس نجاح هذه الحكومة في الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطن وحماية قوته الشرائية من التدهور يتمثل في السياسات الحصيفة التي تبتعد عن الأهداف الاستردائية المرحلية الآنية قصيرة المدى فضلاً عن الاستناد إلى إجراءات تحفظ استقرار اقتصادنا الوطني وتحتوي التضخم في الأسعار وتهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية في الوقت الذي تركز فيه أيضاً على التوازن للمالية العامة وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات وتسريع عجلات النمو الاقتصادي وقبل إقرار مشروع الموازنة أكد نواب في كلماتهم أن موازنة العام الحالي لم تأتي بجديد وقالوا أن الموازنة لم تحمل في طياتها أي مقترحات أو حلول لمعالجة مشكلتي البطالة والفقر واعتبرها البعض بعيدة عن تحقيق ما جاء في الرؤية الاقتصادية وكان نواب أشار في كلماتهم قبيل التصويت على مشروع الموازنة إلى تراجع مستوى الخدمات في البنية التحتية والثقة بين المواطن والحكومة وارجعوا ذلك إلى ضعف الإدارة والقدرة على إدارة الأزمة يأتي جديد في هذه الموازنة ألمان بأن النفقات كل عام تزيد 7% إلى 8% خلال الثالث السنوات الماضي وهي السنة كذلك لم يتم زيادة أي شيء من النفقات مشكلتنا وكما أشار جلالة الملك في أكثر من خطاب هي الإدارة لغياب الإدارة أولاً وآخراً هو المسؤول عن تأخرنا بعد أن كنا مثالاً يحتدى به في المنطقة وكان يشار إلينا وإلى تقدمنا رغم شح الموارد وفي ذلك الزمن الجميل بنيت الدولة كل منشآتها من مواني ومستشفيات وجامعات وشركات وعندما تدفق المال تراجعنا بسبب وجود خللٍ إداري فموازنتنا اليوم لا جديدة فيها ولا تجديد فهي منسوخة ملسوقة لأنها خلت من المراجعات الأدبية لسابقتها ومن أي بعدٍ استراتيجي في معطياتها يحاكي احتياجاتنا ومتطلباتنا للمرحلة القادمة فهي تتسم بالعجز وتتصف بالترقيع وتتميز بالترحيل للأزمات والمشاكل فأين هي بوادر الحلول لمشكلاتنا الاقتصادية وأين معارجة المدينية المتراكمة إن الموازنة العامة اليوم لا تتوائم أبداً مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك المعظم كمرجع لهذه الحكومة والحكومات القادمة فهل هذه الموازنة ستساهم في جذب استثمارات أجنبية كما وردت في الرؤية 40 مليار دينار خلال 10 سنوات وتوظيف مليون عاطل عن العمل خلال السنوات العشر القادمة إن هذه الموازنة بعيدة كل البعد عن الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي التوجيهات الملكية بمراجعة قوانين تجيع الاستثمار لاستغلال الثروات الطبيعية وتصنيع الخامات أعادت الزخمة إلى قطاعي التعدين والطاقة وكانت الحكومة عرضت الفرص الاستثمارية في مواقع ل13 معدنا ونجحت في توقيع سبع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية ومحلية للتنقيب عن النحاس والذهب والليثيوم بانتظار النتائج موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سجل الدخل السياحي على مستوى في شهر كانون الثاني على مدار عشر سنوات ماضية ووفقا لما أعلنه البنك المركزي الأردني فإن حجم الدخل السياحي بلغ 391 مليون ومائتي ألف دينار في كانون الثاني أي أكثر من ضعف الدخل خلال شهر الأول من العام الماضي كما تخطى المستوى المسجل خلال الشهر ذاته من عام 2020 بنسبة 28% وأرجع البنك المركزي ارتفاع الدخل إلى زيادة أعداد السياح إذ بلغت نحو 500 ألف سائح وحول انفاق الأردنيين على السياحة الخارجية أظهرت الأرقام ارتفاع حجم الانفاق خلال شهر كانون الثاني الماضي إلى 105 ملايين ومائتي ألف دينار أي ضعف مستواه خلال ذات الشهر من العام الماضي